جديد. حبيب. احنا عارفين انه المغربة والمصريين تبارك الله عندهم واحدة الحب منقطع الناظر مع بعضهم. يعني سواء كانوا عرب او امازيغ. فتحدث لنا شوية عندكم. احسنتهم عندكم الامازيغ اكيد. اه وهو في طبعا. بعد انتم والمصريين كيف اش كتشوفونا احنا يعني كمغاربة. اه. كتعارفوا انه فيها يعني امازيغ ما كتعارفوش انه فيش شلحة والاطلاق يعني الاطلاسية والسوسية والريفية. اه. الفترة الاخيرة. كيف كتشوفونا احنا احنا بنشوفكم ازاي كشعب مغربي. اه. المصريين قرابين جدا جدا للمغربة. اه. يعني اللي يأكد لك ده. ايام كاس العالم. انا وانا زيك. اه. انا نفسي ما كنتش بسدق لما كنت ماشي في الشارع وانا حكيت لك الموضوع ده. انا ما شفتش المصريين بيرقصوا في في القهاوي على كورة غير للاهلي. يعني انا اهلاوي. ايه. فيه فيه مصريين زمال كوية. بس يعني ايه? مسلا احنا مئة مليون. فيه مسلا عشرين مليون زمال كاوي. بجد. اللي بجد يعني. تمانين مليون اهلاوي. فكتشوف الايام كاس العالم لان ده زمان ما كان الاهلي بيلعب في اليابان وكده كتشوف المصريين او منتخب مصري طبعا. كشوف مصريين واقفين على الجراسي في القهاوي بيرقصوا. انا ما شفش المنظر ده تاني في مصر. خير لما المغرب كان بيلعب في كاس العالم. اتنين وعشرين. اه وصورت لقطات للناس الغلابة المصريين البوسطاء. وهم لما حكيمي جاء بالجول قاعدوا يرقصوا وناس جات بطبلة وده انا ما شفتوش مع اي منتخب في العالم من المصريين غير منتخب مصر والمغرب. فالمصريين بيتعاملوا مع المغرب ان هم قريبين مننا. صح. وده انا فهمتوا ليه? لما دخلت بيوتكو. دخلت البيوت عندكو شفتها شبهنا. يعني البيت المغربي شبه جدا البيت المصري. نفس البساطة والطريقة بتاعت التعامل الامهات. تقليدنا يعني. اه قريبة جدا. رغم انك ممكن تلاقي بلاد تانية في في المسافة قريبة للمصريين في مسافة. مش بعيدة عننا كجغرافيا بس مختلفين. كويسين برضو بس مختلفين عننا مش شبهنا. الى بغير ان نقول له مثلا اه شنو هي الحاجة اللي شفتي في المغرب. اه. مش اشتياش مصر. اكتر حاجة مثلا تردتك او عشباتك اكتر. وقلت يا ريت لو كانت تكون في بلدنا مثلا في مصر. او العكس. حاجة شفتها في المغرب قلت يا ريت تكون في مصر. اه. وحاجة شفتها في مصر. تقاليدنا في ثقافتنا مثلا في حياة ديان العامة كيفش كان عيشوها. اه. اه. شفتش حاجة هنا في المغرب مثلا. اه. هو في تشابه كبير بس في حاجات في حاجات في الثقافة العامة بتعتمد على ثقافة الشعب نفسه. انا مسلا دايما بقول رسالة انا بحب بلدي جدا. بحب مصر جدا. فبقول دايما رسالة ان احنا لما النهاردة يجي سائح لبلد من اكبر بلاد العالم في السياحة اللي هي مصر. اه. ويجي يلاقي انه في واحد ما عندوش واحد في المية ثقافة انه ياخد الزبالة يرمية في الشارع انا محبش كتا. طبعا دي كنة في كل بلاسة ولكن معلش. انا بقول الحاجة اللي انا شفت انها مش موجودة في المغرب بنسبة كبيرة. اه. وللاسف موجودة عندي في بعض المناطق خطأ من بعض الناس. انا باعد اقول جماعة انا ما شاء الله بس انا ممشي في شوارع كازابلانكا مشيت في شوارعة. ما شفتش حد يبيرمي زبالة في الشارع. ما انا عارف. موضوع نظيفة. اه. ده ليه? عشان انا كمغربي خايف على بلدي. طبعا ودي تربية وتقافة اكيد. بالزات. فكمان انا بطلب من طبعا عامة الشعب المصري لا برضو ما بيعملوش ده. لكن في بعض الناس لان احنا تعدادنا ميت مليون برضو. اه. في بعض الناس عندوش الثقافة دي. وبنعمل حملات في التلفزيون المصري انو يا جماعة ما ترموش زبالة في الشارع عشان عيب. عشان دي بلدنا. صح شوفت انا حتى في المسلسلات او في الافلام بنشوف كده. فهي القصة انا بقى اعجبني ده في المغة. انو الناس عندها وعي. كله او الغالبية. العظمى عندها وعي انو ما بيرميش زبالة في الشارع حافظا على شكل الشرع بالده. نفسي كمان الموضوع ده يبقى عند الغالبية في المصري. هو موجود. بس للاسف في بعض الفئة بتدمر للشكل العام في شارع. حتى في سياقة يعني هناك احترام سير ربما. اه وخصوصا هنا في طنجة شوفت الناس يعني انا باقي معادي. شوف من ناحية استمح لنا انو انقاطعك. من ناحية دي القانون سير مع احترام والحمد لله مغربة كامل كي يحترموا قانون سير فاللي ما يحترموش ربما. خدي اخو الجزاء دي. ولكن في المدن الشمالي عندك طنجة يطبع الحسيمة هدو رقم واحد في احترام ما مرة جيرين بالاخص. اه لاحظت ده جدا. اه فالمغربة عندهم ميزة انا شفتها. وبقولها حتى الابراهيم احنا ما كنا تحته قلتها له. صاحبي اللي هو قاعد معنا. قلت له انه هنا في ميزة انك لما هتتعامل هتلاقي البني ادم اللي جاي بيشتغل بيبيع لك حاجة في المحل. بتشرب عنده قهور. بنسبة تسعين في المية خمسة وتسعين في المية تلاقيه مبتسم في وشك عشان هو عارف ان انت ضيف. هو عنده حب البلده. حتى لو هو حتى ولو هو مش متقبلك حتى لو انت انسان ساخير. ولكن هو في الداخل ياله. في البطن ياله عاوز يعطيه صورة جميلة على بلده. بس دي حاجة حلوة. اه. عكس بعض البلاد اللي انا زرتها قلت لك عليها قبل كده. بلد مش عربي هو مش بلد عربي. ولكن زرته من داخلتي في المطار كنت عايزة امشي. لجد الاسف مؤخرة عن البلده عرفتك. طبعا. العديد من الناس اتعرضوا هناك اشياء. اه فانا داخل البلد لسه في المطار بيتعاملوا معنا وحش. طبعا انا عدل عندك ليه? فانا قلت قبل كده طالبت بحملة استأذنك يا معزنة احنا هنقولها برضو تاني. ايه. انه في مصرين كتير جدا كانوا بيروحوا لتركيا. ايه. تركيا بلد سياحي جميل كمناظر. لكن انا النهار ده. وعملتهم. اما اروح الاقي واحد بيعملني وحش. مين الاولى بقى? خلينا عارفين ان اقتصاد المغرب جيد. ما شاء الله. ايه. ولكن اقصد اننا. سياحي واحد ما يجيب لك العملة صعبة طبعا. بس. انا الدولار اللي بحطه في تركيا. انا كمصري. لا احطه في المغرب. ليه? عشان هو ده بيعملك كويس. ما فيش بلد ما بيستفيدش من السياح كل بلد. مستحيل. هو هو كتلقى وزارة وكتلقى يعني مكاتب. وكتلقى. اه يعني حمالة وفنانة وناس مختصين في الشأن السياحي وفي هذا الميدان. يعني باش يستقطبوا السياح. بس كده. ويجي واحد مثلا المواطنين يقول لك لا ما بغيش انا سائح ما فيه ما يمكنش مستحيل. بس. طبعا اي واحد اي بلد في اسباني لا تصديرها بالسياحة. بس بس بالزبط كده. فعشان كده انا بقول انه انه النهاردة انا كمصري لما اجي اروح آآ بلد زي تركيا. هل هو انت بتدي له فلوس وهو بعملك وحش. انت الدولار اللي هتحطه ده تعال هنا حوله في صرافة مغربية هو مستفيد بها المواطن المغربي او البلد. عشان هو بيحترمونا. فهم يستحقوا مننا ان احنا وجهتنا السياحية تكون المغرب. مع احترام القوانين المغربية طبعا وما بدون طبعا تجاوز القانون. طبعا اي اي بلد مش تحترمه وتحترم ثقافته وتحترم ناسه وتحترم يعني الوجود ديالك اه في ديك البلد يكون عبارة عن واحد الوجود اللي هو يعني اه احترام الاشخاص احترام للبلد احترام للثقافة. وبمثل البلد برضو. نعم. لانه المواطن اللي ما انت كشعب. والله ده ما مجاملة ولا تملط. واقسم بالله. انتو كشعب تستحقوا ان الناس تحبوكم عشان انتو كويسين. انا شفت عندكم الخير شوفت ناس كويسين. الخير ده عشان الناس بس تعارف في بعض الناس من الدول تاني. الخير ده اللي هو الحب والتعامل كويس. اه الناس بتفكر انه ما فيه بيجي هنا. عشان في حد بيديله فلوس. او انه بيعمل الفيديوهات ده عشان حد بيديله فلوس. انت عارف كل حاجة. انت مش محتاج لنا اقول لك. فالموضوع. فما تفوتنيش الفرصة كنت نقولها قبيلة ونسيت. فصراحة انا بالنسبة للمصريين الززانية. كنحسب هم اقرب شعب بالنسبة للمغرب هما الاخوان المصريين. فالحمد لله. ففقاش كنعرفو هاد القضية هدي لما كتجيشين فرصة دير الكرة القدم. كأس العالم وكأس الفريقية. كنشوفوا المصريين كيفش كنشجعونا صراحة. في كأس العالم الفين واثنين وعشرين. واقسم بالله الاحبيت العرب والامازيغ كلهم. ولكن المصريين كانوا اكثر شعب. يعني كي يحترموا المغرب وكيشجعوه. كيحسبوا كأنه بلدهم. وبالنسبة لك شهادة حق بلاك ماكدي. اه قبل ما نختم. فبلاك ماكدي هو صديقي وعزيز عليها ولكن قسم بالله العظيم والشهادة لله هذين نحسب عليها يوم القيام اللي اكتبت فيها. فكان نعرفو انه الناس يعني كين الشهرة ولا الانسان معروف واحد متى انا كتلقاه كمشي البلد معين من اجل باش الله اعلم باش يعمل علم الله شنو غير ذيك البلد ولكن هات السيد هذا من اطيب خلق الله. نسان ملتزم نسان ماشي نشان نشان اه من اطيب خلق الله ممكن تتعامل معه يعني اه صراحة كيشرفني اه اه وانا جد فخور بك كصديق. او انا اكثر. وصراحة كحسب كخوية قسم بالله يعني يعني عزيز عليها بززاف. كنزيد نحترمك كنشوف شي امر لي فيك. اه ربما شي حويش كتطرف عليهم وكيجبك الله هنتدى جدو مرور مرور. ولكن كان عمله في بالي. اه. كانت سيت كبر في عيني اكتر. الله خير. وتبارك الله عليك وكيشرفني انك يعني تكون هنا في المغرب. شرف ليه والله يا معاهم. والله العظيم وكانت مني انه ان شاء الله يا ربي توقع في المغرب والله العظيم. ده يشرفني طبعا. سلام بالله. وانا كن مبسوط ان انا كن في وستكو. واخر حاجة عايز اقولها بل ما تختم. ايو. حاجة بسيطة جدا. انه اه ده مش برضو مجاملة ليك. بس لو لك في المغرب من وقت طويل جدا. الله عفت. في حاجات كتير مكنش عارف عاملها لوحدي. الحمد لله. انت ساعدتيني فيها وقفت جنبي جدا واي حد بيجي معي من مصر اه 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 اضيف في المعاز بيعملوا كأنه يعرفوا من سنين وحصلت. الحمد لله واصلا واصلا هده هو الحقيقة. اه وان شاء الله انت هتشرفنا قريب في مصر. ان شاء الله تعالى. وانتوا قريبين مننا جدا كشعب. وان شاء الله تفضل وخلافات الكورة دي مهمة جدا الجملة دي. نعم الكورة تبقى كورة. تفضل كورة دايما ان شاء الله واحنا حبايب كشعبين. الحمد لله.